السلام عليكم خوتي شاء الله تكونوا بخير شاء الله صحة تكون لباس توجدوا في قناتكم سبور الله دي زادة مع القادم مرحبا بكم خوتي وبرك الله فيكم على الدعم ننظم القناة جديدة نقول له أهلا وسهلا وبرك الله فيك على الثقالية تتانا ولي رأي تفرج فينا جديد بطبيعة الحال نقول له أهلا وسهلا وماذا بينا تشارك معنا في القناة إذا عجبك المحتوى جنانا هدروع لا موضوع شوية حساس خوتي بالنسبة خاصة بالنسبة حنا كجزائريين وكمساندين للقاضية الفلسطينية هذا أولا ثم من إطار كدولة أنها ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني أو ما يسمى دولة إسرائيل نشوفه هنا وجود بوداوي وجود بوداوي وهيشان بوداوي في قائمة التي ستواجه هذا الفريق من هذا الكيان يعني كارثة 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 كبيرة إذا راح مع العلم أن الدولة الجزائرية يعني كمواطن جزائري ما عندكش الحق بطبيب الباسبورتائك الجزائري بالفيزا الإسرائيلية أو بالكاشية الإسرائيلية هذا واحد ثم ربما نديني سيعملوا باسبور مؤقت أو بروفيزوار بشيط خربية للأراضي المحتلة الله أعلم لكن سفارية بوداوي إلى الكيان الصهيوني يعني أتغير بزيف أمور يدخل فيها دولة وفيها سياسة وفيها أمور كثيرة شوفنا إحنا عام إبراهيمي كيبغا يروح كيف أن نضع عليه ووشه عليه والحمد لله أنه ملعبش لكن هذه المرة هي احتراف بها لك نقول من ناحية الاحتراف يعني كلاعب محترف لازم ينضم ويتبع قواعد الفريق التيعه لأنه هو مسؤول عليها أولا هو ليدفع له الدرام ثانيا يعني الخبزة التيعه هذه هي كان يقول من هذه الناحية كان يقول من ناحية أخرى ربما كان يلعبها مريض ربما كان يقول لهم أني مصاب بالكورونا عنده عدة خيارات بش ما يروعش ومع العلم أنه جزائري هذه المشكلة يعني ما يوجد أندية عربية كبيرة وأخرى وعندها علاقات مع الكيان الصهيوني وما راحش فما بالك أنت كجزائري إضافة إلى هذا الدولة الجزائرية من الدول التي ترفض التطبيع يعني والله غيكاري توجي من عند جزائري بلك ربما يكون أول جزائري أو أول لاعب محلي يروح للكيان الصهيوني أو يدخل للأراضي المحتلة الفلسطينية هنا بزاف هذه بزاف وغادي تكون عندها صادة كبيرة وكبيرة وكبيرة بزاف من كل النواحي سواء سياسية سواء على اللاعب اللاعب هل عنده مسؤولية ما عنده أنا شفتوا داع حمراء لا ديني الفون قلت بش ما يلعبش مع العلم أن نادي التاعو مقصى من هذه البطولة ويحتل المركز ما قبل الأخير لماذا هشام بوداوي لم يجد سبا أو كان مش عارف أن يجرح روحه المهم ما يروحش من جانب الاحتراف نقولكم واه احتراف اللي كي بتاعه هي ريت واسع ليه الوسم وفيها أمور بزاب لكن كان عنده كان عنده شفنا عدة لاعبين عدة لاعبين لا تنزلوش على الأنفة التحم وعلى كم احنا نقول المحتقادات التحم وما راحوش غير يعني يوجد لاعبين جزائريين يوجد لاعبين مغاربة لاعبين تونسيين رفضوا الذهاب إلى الكيان الصيوني خاصة في القراءة الأوروبية احنا كهشام بوداوية ربما الله جتاعه ما خلاش توقع ولا ما خلاش يخمم في العواقب ما خلاش كم احنا نقول يقرأ شغادي يصلى المورى هذي الأمر نحن transplant نحن تعلم من أيضًا ذrolled اoru انشاء الله ندخل ان شاء الله بربي نتمنى من ربي ان شاء الله هي убийها مايروحش لهذه المنطقة أو إن شاء الله يروح لكي تكون دولة فلسطين أو كان عند بذل يدخل يدخل بالباسبور الجزائري ويسنيوله الديوانة الفلسطينية هذيك حاجة وقت آخر لكن أنك تدخل لهذه الأراضي وللقاشية إسرائيل يكون في الباسبورت تيعت هذي كارثة أو إدارة نيس تخرج لك جوز مؤقت للصفر معها للصفر معها في الكائن الصهيون ويبقى الباسبورت تيعت هنا فيها أمور كثيرة مع العلم أنك لما تأتي داخل الجزائر سيقصوك على هذا نوعية الكاشي وكيف رأت أنت كلاعب محترف أسكو عندك الحق أسكو الدولة تسمح لك أسكو 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 هشام بوداوي قرأ كل هذه العواقب يعني أمور خطيرة وخطيرة لازم تفوت مرور الكيرام وليساهم في ذهب هشام بوداوي يعني هو لعب محترف سما ما عندك شدير المشكلة هو قاعد يأتينا في لابافي يقولون أنه لعب محترف ويقولون أنه ليس كيف كيف ليس مقارنة كيف كيف لكن هذا هو نظام الاحتراف وأنك تلاعب في نادي أوروبي أتوقع أنك تسافر للكاين الصهيوني وأن الكاين الصهيوني عبر الفرق لضمها ستواجههم خطأ له لهذا نشوفه بزيف لاعبين أصابوا رواحهم كاللاعبين الذين تحجوا بالمرض كاللاعبين الذين لا يريدون صراحة وخرجواها طاي طاي وهموا كثيرة مثلا في حليش كيف كان في بورتيغال وبزيف لاعبين سواء الجزائريين سواء المغاربات سواء المصريين يرفضوا الذهاب للكاين الصهيوني لهذا هشام بوداوي فلاج تاعه مقراش العواقب سواء المغاربات لا نصحوه كما يعطى الحمد لله كان بليسي لا يريدون بعد الأزمة التي قدرها قبل وزيف يذهب هذه المرة سواء المغاربات الحمد لله هشام بوداوي إن شاء الله بربي إن شاء الله بربي إلا راح إلا راح خاوتي إلا راح خاوتي يعني نخفو على هذا الطفل يعني على البنة الكاريارة تاعه وغرا في البداية الكاريارة تاعه ربما مقراش العواقب ربما أنا راني ضده كما نقوله صن فرصن لكن 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 كلاعب شاب وكلاعب يدير فيه واحدة الأخطاء ربي يهديه وربي يهدينا ويزيد هذه المرة يزيد يوسخها كما هذا يوسخ روح أساسا يتوسخ يتبعد له في التاريخ أنك لعبت في الكيان الصهيوني تقعد له في التاريخ تقول له احتراف مش احتراف يخضع لقوانين النادي تاعه فيها أمور كثيرة أخوتي لهذا أنا نتمنى إن شاء الله بربي نتمنى أنه شامبو دوي ما راحش ولا راح يا أخوتي شامبوك ما عندي شانعلق ما عندي شانقول ما عندي أمور كارثية لا راح كارثة كارثة بكل معنى الكلمة إن شاء الله بربي أنا نتمنى من ربي نتمنى كمواطن جزائري أولا وهذا رأي ولد بلادي ولد الصحراء ومن فوتوهش لكن 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 يا هشام ربما هذه تكون تخلصها غالية خاصة مع الشعب الجزائري خاصة مع الشعب الجزائري تقولوا لي كالدولة تتعامل مع الكائن السويوني لكن كشع الجزائري مناصر لإخواننا الفلسطينيين يعني خاصة ذهب ربما في الأيام تلعب وتقول الله غالب يجب فرضوا عليه وتسيب حجها لكن أنك تذهب وعندك اختيار تتكتب روحك تتضرب روحك في الصبوع تتراع في روحك تتضرب روحك ببنية في العين تدير حاجة لا تتضرب لا تتضرب يعني كان أمور تتضرب يعني جايزة تتضرب يا أخو أنك بدأ نتضرب روحي ببنية في العين وراحك نتضرب على الايض إن شاء الله إشاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه يخط فيه لقيم لا يكون as Burä Matthew أنا شايف ماريد شاه راح يقول يعني لا يجيب الخير ا combust لا يصلى إن شاء الله كيف ما رأي وجعله إن شاء الله اللح لا تعرف ما تقول في هذه المواضيع خاصة هذا طفوج عنده عشرين عام عند من خالفة للطرفة من خالفة للطرفة خاطئة من خالفة للطرفة من خالفة للطرفة لا يقرأ حسابه لا يخمم في الأفعال لا يدير بزيجة هدرت عليها جمال برماضي هدرت عليها الصحافة الذي يبتعه حتى وصله نعيطه المدرب جمال برماضي وستفسره في هذه النوعية من اللاعبين والنوعية من العقلية ويزيد هذه المرة يخرج بهذه الخرجة نحن بغاو يلعبوا معهم مرة اللي فاتت كانوا مبليسين وكانوا الناس تهدر فما بالك يروح اليوم إن شاء الله بربي مايروحش وإلى راح هذه كاريثة كاريثة ما أدنى ما نقوله السلام عليكم